شكرا لك يا زميلي بريم عبد الجواد بالتأكيد يعني لحظات جميلة هنا في استاد بيترو سبورت لكل لعبية الزمالك وكل جمهير وبهي استلام درع الدوري قلب الأسد كما يطلقوا عليه يعني جمهير نادي الزمالك يعني اللي بازل مجهود كبير طوال الموسم طريق حامد اللي في دافت أون تايم سبورتس برحب بيك طبعا طريق واشكرك طبعا على خصصنا بهذا اللقاء مبروك لحظات سعيدة جدا لنادي الزمالك ومشوار طويل وعرق جدير والنهاردة بتجني كل ده بتتويج بدرع الدوري يا رب ما يخليك طبعا في البداية حبيب يمسي على الكباتين الكبار اللي في الاستوديو حقيقي ما عرفش من اللي موجود بس بمسي عليهم كلهم طبعا ما فيش يعني ما فيش لحظة تقدر يعني تخليك مبسوط أكتر منك تحقق هدف هدف مهم بالنسبة لك السنة دي فظل كل الظروف اللي احنا مرينا بيها وكعندناه في البداية مشاكل إدارية مع تغيير مجالس الإدارات ودرت انك تحقق هدف مهم السنة دي اللي هو بطولة الدوري بطولة مهمة في مصر الحمد لله بحب أشكر الجهاز الفني أشكر اللعيبة وأشكر كل الناس اللي سهمت في الحدث الكبير ده طبعا فيه ما يقدرش تنسى ناس مهمة كتشاركة حاجة ده منهم سيادة المستشار مرتضى منصور واللي هو عماد عبد عزيز اللي جي في المرحلة التانية وطبعا الرئيس حسين اللبيبي اللي هو موجود معنا ومجلس إدارته ناس مقدرش ما تكلمش عليهم في حدث زي ده طبعا فرجاني طبعا من الناس المهمة اللي شاركت بصفة أساسية في الدوري السنة دي فحب أشكرهم كلهم يعني طريق إنك المشتوار كان تقولوا الموسم كان يعني كله منافسة في أي مباراة شايفة كانت صعبة على الزمالك وإمتى التوقيت اللي انتوا تجمعتوا فيه عشان تقدروا ان انتوا تتعاهدوا وتقولوا ان احنا هنكمل عشان ناخد البطولة دي لا هو مفيش مطش بتلعبه في الدوري سهل خالص إحنا كلعيبة مقتنعين تماما إنك عايز تكسب بطولة الدوري لازم تكسب كل مطشاتك عشان تحقق الهدف المطلوب لكن فيه لعيبة كتير كبار موجودين فيه باستمرار فيه كلام بينا وبين بعض ممكن المعاصكر بتاع اسكندريا الأخير اللي كان مع مستر كاترون ده متألي ده السبب الرئيسي إن احنا يعني السبب الرئيسي إن احنا حصلنا على بطولة الدوري طبعا بعد دعم الجماهير طبعا والناس اللي كلمتوا كتير في المعاصكر ده مية في المية ممكن لا مش حكاية كلام بس الشغل نقطة فريقة يعني الشغل اللي احنا اشتغلناه في المعاصكر كان واضح جدا إن احنا حاجة حاجة مهمة السنين أعتقد لسه فيه شغل يعني مش نهاية العالم من احنا خدنا بطولة أه بطولة كويسة وكل حاجة لكن الأفضل لم يأتي بعد لسه فيه كتير إن شاء الله تعقب المديرين الفنيين ما هزش الفرقة أو انتو ككبار في الفرقة اتعملتو مع ده ازاي جوا قط اللبس لا انت في الوقت فاخر الموظم اللعيبة اللي موجودين في نازل زمالك كلهم اللعيبة كبار بيقدروا يتاقلموا مع أي مدير فني وأي طريقة لعبة بتيجي ممكن حصل آآ نسيت صح نسيتها أشكر مستر باتشيكو طبعا لأنه كان ساهم بجزء كبير في الجزء الأولاني وجي بعد كده مستر كارترون فاللعيبة كلها ما شاء الله لعيبة كبار يقدروا يتاقلموا مع أي حد يا الحمد لله قلب الاسد دايما ده هزا يعني الاسم دايما بيتلقوا علي الجمهير الزمالك من قوة طريق حمد وإخلاصه داخل الملع لا الحمد لله آخر حاجة بس أعزوه لأن أنا فعلا بشكر جمهور نادي الزمالك الوافي اللي أنا من غيرهم ولا حاجة وهم فعلا سند في الحياة شكرا شكرا طريق زميلي بريمع بجواد طبعا بنشكر طريق حمد على اختصاصنا لهذا اللقاء